حل سياسي لمفر منه للأزمة الليبية وفق لمبادرة رئيس مجلس النواب وأعلان القاهرة ومخرجات برلين ودفع طرفي الأزمة الليبية للانخراط في محادثات 5 زائد 5 هذا ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش وأمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال جلسة لمجلس الأمن عبر الأقمار الصناعية دعت إليها ألمانيا وحضرها ممثلون لأطراف مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية الموقف الأممي هذا أكدته دول الجوار وعلى رأسها مصر والجزائر حيث قال وزير الخارجية المصري أن تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا يتوقف على إعادة بناء المجلس الرياسي وتشكيل حكومة مستقلة تتفق عليها جميع الأطراف الليبية ويوافق عليها مجلس النواب ويتم من خلالها نزع سلاح الميليشيات ومكافحة الإرهاب وتوحيد المؤسسة العسكرية وضمان العدلة في توزيع الثروات في حين دعا وزير خارجية الجزائر صبري بوغادوم جميع الأطراف الإقليمية والدولية والمهتمة بالشأن الليبي إلى تكثيف الجهود لإيجاد حل للأزمة بما يضمن وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها وأكد على المقاربة الجزائرية التي تحظى بقبول جميع الليبيين في سبيل حقن الدماء والحط على انتهاج الحوار كسبيل وحيد لإيجاد حل سياسي للأزمة موقف المغرب كان متقاربا مع الموقف الجزائرية حيث أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطان الحل يجب أن يكون سياسيا وأن يأتي من الليبيين أنفسهم ويضمن وحدة ليبيا وسيادتها وسلامتها الترابية إيطاليا الجارة الشمالية طرحت على لسان وزير خارجيتها الويجي ديمايو أربعة خطوط حمل لحل الأزمة الليبية تتمثل في إنهاء جميع التدخلات الخارجية التي تنتهك قرارات حظر الأسلحة وتواصل الاتفاق بشان وقف إطلاق النار وتنشيط الحوار السياسي واستناف إنتاج النفط مؤكدا على الضرورة الملحة لتعيين ممثل خاص جديد للأمم المتحدة في ليبيا في أقرب وقت ممكن دعوات لحل سياسي في ليبيا وفق مخرجات برلين ومبادرة القاهرة بركتها دول الجوار المتضرر الأول من الوضع في ليبيا فهل ستستطيع دول الجوار المساعدة في جمع الليبيين مجددا؟